حرية البحر هي كائن أسطوري يتكون من سمك ومرأة وليس لها أي وجود في الواقع الحقيقي الملموس لكن بالنسبة للحرية في واقعنا الحقيقي هي عبارة عن فتاة فاتنة الجمال ولديها القدر على إظهار جمالها وهذا ما يجعل جميع الرجال يطاردونها لذلك ركز معي جيدا لأنني سأعطيك معلومات ربما تسمعها لأول مرة في حياتك عن هذه الشخصية ستعرف الملامح الوجهية لهذه الشخصية وصفاتها وسر جاذبيتها وتعرف هل تصلح للزواج وكيف تتعامل معها لذلك ارتدي نظارات الفراسة ستتيح لك كشف حقيقة طرف الآخر بعيدا عن ما يظهره أو يحاول إظهاره وهي نظارات تشتغل بعلم قراءة الوجه وهو علم الفراسة مبدئيا الشخصية الحورية لديها ملامح تتميز بها وهي الوجه المستطيل متلت إضافة إلى حواجب كتيفة وشفة سفلة ممتلئة هذا بالنسبة للملامح الرئيسية أما الملامح التانوية فهي لون شعر أسود وكتيف وحاجب طويل ولامع والأذن بارزة من الأسفل والجبهة بيضاوية وهناك ملامح أخرى كثيرة لكن كل ما أضفت لك ملامح أخرى للحورية فهنا إذا ذهبت لتبحث عنها في الواقع فأنا متأكد أن نسبة وجودها بالوصف الذي ذكرت نادر جدا فبهذه الملامح أنت تبحث عن الفنكوش الذي لا وجود له في الواقع لذلك اعتمد في تحديد الحورية على الملامح الأساسية أما الملامح الأخرى فهذا يختلف من شخصية لأخرى وستجعلك تتول بالنسبة لتحديد الحورية عن بعد من ملامح الوجه فقط هذا الأمر غاية في البساطة لذلك أنا سأوضحه في هذا الفيديو بعد هذا الفيديو لن تجد أي مشكلة في تحديد الحورية ومعرفة الحورية ومعرفة هل هذه المرأة التي أمامي هل هي حورية أم لا هذا هو الموضوع الذي سأركز لك عليه حاليا ركز معي جيدا وكذلك سأعطيك في نهاية الفيديو طريقة التعامل الأفضل لذلك أول شيء يجب أن نعرف أن الحورية هي شخصية تحب تعامل مع الجنس الآخر فهي التي تذهب عند الرجل أي نعم لديها القدرة على إخضاع الرجل تحت أرجلها أو بمعنى آخر لديها القدرة على أن تأتي بشيخ القبيلة فلذلك هي من أكثر الشخصية الجاذبية والسبب هو أنها شخصية أو لديها القدرة على إظهار جمالها وبذكاء لأن بعض النساء تظهر جمالها بغباء فهنا ينفر الناس هي تظهر جمالها وتظهر أن هذا عفوي فهذا يعطيها جاذبية أعلى فهمت الموضوع لهذا فالحورية أكثر الشخصية الجاذبية لكن أريد أن أوضح موضوع مهم جدا ليس هي فقط الجدابة لدى الرجال بالعكس هناك شخصيات أخرى فهذا هو الموضوع بكل بساطة لكن أريد أن أوضح موضوع عميق جدا الشخصية الحورية طبعا بعد أبحاث كثيرة يعني اكتشفت هذا الموضوع الشخصية الحورية هي عبارة عن طفلة طفلة تبحث عن أب أب هو الأب القوي القوي بمعنى بمعنى أن هذا الشخص قوي بدنيا قوي دهنيا شخص ذكي معه مال هذا قوة وسامة قوة مركز الشماعي قوة شهرة قوة كل هذه الأشياء تبحث عنها يعني تبحث عن كل شيء أو رجل كامل على حسب ملامحها على حسب أولوياتها لكن يجب أن تعرف ويجب أن تعرف أن الطفلة لا تعرف أصلا ما تريد فهي عند بحثها عن الرجل الكامل بمجرد أن تدخل في علاقة مع الرجل أو تتزوج برجل كامل من وجهة نظرها وتجد فيه سلبية واحدة بعد ذلك تتركه وتذهب إلى رجل آخر والسبب هو أنها عند بحثها عليه يعني ذهبت أصلا عند مثلا الرجل الغني فهو بمجرد أو يعني هو ظن من أو يعني هي ظنت أن هذا هو رجل كامل بعد أن تزوجت به وجدت سلبية سواء في المال أو غيرها فبعد ذلك تنفر منه وتهرب فهنا هناك يعني السر معين لتستطيع يعني أن تجعل الحورية تبقى معك طيلة حياتك أو بمعنى آخر تعرف الطريقة الصحيحة للتعامل معها يعني هذه الطريقة ربما أول مرة تسمعها في حياتك ستكون في آخر الفيديو لذلك تابع الفيديو للنهاية أو أكمل الفيديو لأنك ستستفيد إن شاء الله جيدا كذلك أريد أن أوضح أن الشخصية الحورية هي التي تذهب للرجال وتترك الرجال يأتون إليها فلهذا يجب أن نعرف أول ملمح للشخصية الحورية هو أن لديها الحاجب كتيف والشفة السفلة ممتلئة هذه المرأة تحب التعامل مع الجنس الآخر أو تحب التعامل مع النساء يعني لو ذهبت إلى مصلحة حكومية ووجدت رجل ومرأة ستذهب إلى يعني مدام هي مرأة ستذهب إلى الرجل فهي موضوع موضوع ما معنى أن تحب التعامل مع الجنس الآخر أما بالنسبة للملمح التاني حاليا نتكلم في الملامح الرئيسية وأوضح لك كذلك معناها حتى تفهم تكوينة هذه الشخصية الملمح التاني هو أن يكون الخد مسطح و نهاية الفك بين الفك والذقن هنا يوجد متلت يعني هنا متلت لكن هذه المرأة كذلك يجب أن يكون الفك مرتفع قليلا يعني لا تجب أو لا يجب أن يكون لديها السعرات يجب أن تسيطر لديها شخصية مسيطرة هنا يكون بروز لدى الحورية لكن مسيطرة بدكاء أما السعرات هنا فهو يكون عكسي فهنا ندخل في شخصية أخرى فهذه الشخصية كذلك هنا لديها عدمة معين خفيفة فهي خرجت من الحورية كذلك إذا لاحظتم أن لديها هنا الجبهة يعني أقرب للمربعة هي خليط لكن هنا يوجد يعني مربعة فمعنا كذلك شخصية يعني الحورية تكون لديها الجبهة يعني يوجد هنا دوران سواء بيضاوية أو دائرية أما إذا كانت مربعة هنا خليط صراحة لكن الموضوع بسبب هذه العدمة الخفيفة وكذلك هنا الفك ينزل يعني يوجد السعرات أو هذا هو الذي أسميه فك القاعدة الجوية فهنا هذه المرأة لا يمكن أن تكون حورية ممكن أن تكون غنضورة سنعمل عنها إن شاء الله فيديو في المستقبل لكن يعني خرجت من الحورية لكن هذا لا يعني أنها لا تبحث عن رجل كامل لا يعني أنها يعني غير متعددة العلاقات لا يعني أنها يعني هذه المرأة تحديدا مثلا سأوضح لكم ركز معي مثلا هنا هذه العيون متلتة فمعنا شخصية مادية جدا يعني هذه المرأة لن تتزوج إلا رجل غني وكذلك الشعر أصفر يعني تخاف جدا من المستقبل يعني تخاف من المستقبل وتحديدا ماديا وفي نفس الوقت شحمة الأدن طويلة تهتم بتأمين المستقبل كذلك هنا لديها جزء إخلاص مع أن هذا يعني شكل هذا الحاجب لا يوجد فيه إخلاص لكن هنا أي شخص يعني معناها يعني لنفترض حورية وعين متلت أو حتى غنضورة وعين متلت وسعر أصفر هذه المرأة يعني بغض نظر حورية غير حورية هنا يختلف فقط درجة الجاذبية طريقة تعاملها في العلاقات وكل ذلك فهنا هذه الشخصية تبحث عن رجل يعني غني جدا يؤمن لها مستقبل بمجرد أن تتزوج به هنا تكون مخلصة له ما دام أنه يصرف عليها فهذا الموضوع فهذا زواج مصلحة يعني ليس موضوع أن البنت مادية فتذهب لها بالمال فأنت هنا يعني شغلت عقلك جيدا لا هذه أغبى طريقة لتتزوج بالبنت المادية فقط تابع للنهاية وستعرف طريقة صحيحة فهذا الموضوع بكل بساطة لكن هذه أبعد ما يكون عن طفلة أبعد ما يكون عن طفلة وهي حورية يعني خارجت من الحورية كما قلنا لكن إذا قلنا أن لدي أجزء من الحورية هل صحيح أم نعم؟ نعم لدي أجزء من الشخصية الحورية أما بالنسبة لهذه الصورة فإذا لاحظتم معي هنا الحاجب كتيف وكذلك عريض فكذلك يزيد من رغبتها في الجنس الآخر وكذلك في نفس الوقت الشفتين ممتلئة فهي تحب التعامل مع الجنس الآخر وفي نفس الوقت الخد هنا مسطح وبعد ذلك هنا متلت فمعنى إطار وجه الحورية فمعنى إطار وجه الحورية أنها تريد الوصول إلى أهدافها بسرعة فهذا هو الموضوع تحب التعامل مع الجنس الآخر فهي هنا تبحث عن الرجل الكامل وتريد الوصول إليه بسرعة فهذه هي فكرة الحورية بكل بساطة فما دام أننا وجدنا إطار الوجه وجدنا الشفتين أو الشفة السفلة ممتلئة والحاجب كتيف فهذه المرأة هي حورية إلا أو تحب التعامل مع الجنس الآخر ولديها جاذبية عالية إلا إذا وجدنا ملامح أخرى تلغي ذلك فمثلا هنا كذلك الجبهة بيضاوية وهي من ملامح الحورية ممكن أن تزيل الشعر ويتغير شكلها لكن أنا فقط أفترض ليريكم ملامح الحورية وفي نفس الوقت هنا الشعر عكس الحواجب هذا عادي أن يكون لدى الحورية ربما تكون لديها مشاكل مع عائلتها وفي نفس الوقت هنا سنجد أن العيون فيها لمعان يعني لديها جاذبية وكذلك حجم الحدقة يجب أن يكون حجمه كبير وفي نفس الوقت هنا لون الحدقة باهت أو اللون باهت فهنا معنا شخصية عقلانية يعني هذه المرأة تعرف ما تريد حتى إذا لاحظتم يعني أنا فقط أريد أن أوضح لكم موضوع مهم جدا أن الحورية ممكن أن تكون مثل هذه المرأة هنا يعني هنا لون العيون باهت فهنا سنجد أن هذه الجبية أصلا عريضة مقارنة بطول الوجه إذا قارننا هنا الجبية ستكون هنا تقريبا فتكون معنا وجه مربع يعني خالية من المشاعر حتى لون هذا الشعر يدل على الجشع فهي خرجت من الحورية العادية التي ذكرت لكم هي لازالت حورية وترغب بالرجال وتريد الوصول بسرعة إلى الرجل الكامل وفعلا تبحث عن الرجل الكامل لكن الاختلاف هنا أن هذه المرأة لون هذه العيون مع لون هذا الشعر يدل على الجشع والطمع هنا يدل على لون هذه العيون تعدد علاقات هنا كذلك تظهر لعدمة جشع أو المفروض فقط هذا الشعر يكفي فهذه المرأة هنا تكون متعددة علاقات مع رجال فأنتم تعرفون اسم هذه النوعية من النساء لكن أنا أوضح لكم هنا لا أقول لكم لا أريد إرعابكم من النساء بمجرد أن ترى كذا فلانا لا 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 بهدوء بهدوء أنا أريد أن أوضح أن الحورية لها عدة أشكال وأنت يجب أن تركز هنا تريد الوصول بسرعة هل من أهدافها الرجال أم لا إذا كان من أهدافها الرجال ستطمح للوصول إلى الرجال بسرعة شخصية تتم فقط بنفسها كذا شخصية عملية فهي شخصية مادية كذا فهنا تعمل كل هذا لأجل العمل مثلا هي ممثلة مثلا هي كذا مثلا هي تبحث عن تريد شخص يصرف عليها يعني تختلف من حورية لأخرى فهذا هو الموضوع بكل بساطة فربما تكون حورية وتستغل جمالها أو طريقة إدارها لجمالها فقط مثلا لأجل التمثيل هذا ليس مثل حورية تبحث عن رجل كامل فهمت الموضوع فهذا هو الموضوع بكل بساطة بالنسبة لمعظم الناس عندما تسمع الشخصية الحورية تربطها بأنها الأكثر جاذبية وفقط وكثير من النساء تحاول أن تكون كالحورية وهذا ربما لأنها ترى رغم طيبتها واتمامها بالآخرين لا أحد يهتم بها ولا ينجدب لها الآخرون عكس الحورية لذلك سأكشف لكم الحقيقة يجب أن تعرف ويجب أن تعرفي أن هناك حكمة اتفقت عليها جميع الحضارات في مختلف العصور هو أن نقطة ضعف الرجل عينه ونقطة ضعف المرأة أدنها فالرجل ينجدب للمرأة بمظهرها والمرأة تنجدب للرجل بطريقة كلامه فالشخصية الحورية تعرف طبيعة الرجل وطبيعة المرأة جيدا وتعرف أن الرجل ليس مثل المرأة فهذا هو السر وراء جاذبية الحورية وهو أن لديها القدرة على فهم ما يريده الرجل بالذات بعيدا عن ما يقوله ولأوضح لك الفكرة جيدا لأنها من أعمق ما ستسمع عن طبيعة البشرية تخيل معي إلياس يأتي ويقول لك أنا أحب المرأة المتدينة والتي لديها أخلاق عالية والتي تجلس في البيت وإلياس دائما يهاجم أي شخص يقول عكس هذا الكلام وفي نفس الوقت تجد إلياس كل وقت يطارد النساء عكس الصفات التي قالها فمن نصدق إلياس القول أو إلياس الفعل لذلك اسمع مني نصيحة إذا عملت بها لوحدها فسأكون سعيد جدا وهي صدق ما تراه وانسى ما تسمعه فالأفعال هي الحقيقة أما الأقوال فالكل فلاسفة وهذا هو السر حتى تفهم الطبيعة البشرية سواء للرجل أو للمرأة أما إذا كنت تعتمد بين قوسين العلم الذي يروج أن الرجل مثل المرأة تماما فصدقني ستتعلم الكثير من المعلومات في الأخير كل ما تعلمته بدل أن يجعلك تفهم الآخرين ستعتقد أنهم معقدين لدرجة أنه لا يمكنك فهمهم ومع ذلك ترى شخص آخر لم يدرس حرف واحد عن شخصيات الآخرين ويستطيع فهمهم أكثر من أنفسهم لذلك يجب أن نفهم شخصية الحورية أولا وكيف تفكر بعد ذلك سنعرف الإجابة عن الأسئلة التي طرحت في الأول هل هي صالحة للزواج وكيف تتعامل معها يجب أن تعرف ويجب أن تعرف أن الشخصية الحورية شخصية دكية جدا ومتعددة المواهب وتنتقل من نشاط إلى آخر ولديها القدرة على التميز والتطور بسرعة ولديها سرعة بديها وتتم بمظهرها جيدا ولديها القدرة على إظهار جمالها وهي من الشخصيات الحساسة جدا كذلك تصنف من الشخصيات العاطفية والرومانسية وتحب التعامل مع الجنس الآخر وهي طفلة في جسم إمرأة وهذه هي الصفات التي تجعلها جدابة للرجال وفي نفس الوقت لديها القدرة على التلاعب بالرجال وبجانب هذه الصفات فهي تبحث عن الرجل الكامل من وجهة نظرها الرجل الغني الرجل وسيم والدكي والذي لديه مركز اجتماعي عالي سواء سلطة أو شهراء وباقي الصفات وحسب ملامحها يمكننا أن نعرف ترتيبها لهذه الصفات وهنا يأتي دور رجل متلاعب وله أشكال كثيرة والذي يستطيع إقناعها أنه هو الرجل الكامل وبعد الدخول معه في علاقة فهنا تكون مخلصة جدا لكن بمجرد أن تجد سلبية واحدة أو تجد رجل أفضل منه هنا مباشرة تتركه وتذهب للرجل الآخر ولكن لا تتركه إلا بعد أن تضمن الرجل الثاني سأعطي مثال لتفهم بشكل أوضح تخيل معي حرية ولديها ملامح المادية فهنا سيكون الرجل الكامل من وجهة نظرها هو الرجل الغني فمثلا شخص أظهر لها أنه مليونير فستتزوج به لكن بمجرد أن تجد فيه سلبية واحدة أو تجد رجل أغنى منه فتتركه بمباشرة وتذهب مع الرجل الأغنى منه فهنا يكون زواجها فاشل لأن هذا الرجل رغم أنه فهم ما تريده لكنه وقع في الفخ وهذا عن طريق إعطائها ما تريده لذلك أنا سأعطيك أفضل طريقة لتتعامل مع الحرية وتحديدا إذا كنت تريد الزواج منها أول شيء تعامل بلطف وأظهر لها أنك باد بوي وأظهر أنك قوي جدا حتى تعجبها وأخيرا أعطيها الهدايا والأهم من هذا أظهر لها أنك غني جدا وكذلك لتريها أنك الرجل الكامل لا تظهر عيوبك إطلاقا غلط في غلط في غلط في غلط لو تصرفت بهذا مع طفل في الصف الأول سينفر منك تماما وهذا ما نتصرف به كلنا عندما نرى شخص ننجذب له لذلك فيجب أن تعرف أن الحرية مرغوبة جدا وهي تعرف هذا جيدا فإذا حاولت إظهار أنك لطيف فهنا أنت تعاملها كأنها مشهورة وهنا سينطبق عليك مثل عاملني كمشهور أعاملك كمعجب أما إذا عملتها أنك باضبوي وأنك قوي فهذا ما يفعله كل الرجال يحاولون إظهار القوة أمام الحرية اعتقادا منهم أنها ستعجب بهم وهي تفهم من إظهارك أنك باضبوي أنه من شدة إعجابك بها تحاول إظهار قوتك وهذا كله خطأ لأنك تحاول إتبات نفسك لها أما بالنسبة للهدايا فهذا يدل على أنك تحبها وتريد إرضاءها وكذلك هذا خطأ كبير أما بالنسبة لأن تظهر أنك غني فهناك أنك تقول لها أنا هنا لتقومي بالسغلالي وهنا ممكن فعلا أن تتزوجك إذا كانت لديها ملامح لمادية لكن فقط لتساغلك وبمجرد أن تجد رجل أغنى منك ستذهب له أما بالنسبة للطريقة الصحيحة للتعامل معها هو أن تقنعها أنك الرجل كامل دون إتبات وهذا عن طريق معرفة نقاط ضعفها وعكسها ونقاط قوتها والتعامل معها بدكاء مثلا هي شخصية حساسة ولا تتقبل النقد فهنا يجب أن تتقبل النقد أو هي شخصية مادية فالمادية تصنف ضعف فهنا يجب أن تظهر أنك فقير فيجب أن تخاطب الطفلة وليس العقل المنطقي أما بالنسبة لقولي عن المادية أنها ضعف لأنك تحتاج شيء لتكون بخير وهذا نوع من أنواع الضعف بالنسبة للعقل الباطن لكن مثلا إذا كانت لديها ملامح مثل أنها تعتمد على نفسها أي فتحات الأنف متباعدة يعني تعتمد على نفسها في اتخاذ القرار فهنا لا يجب أن تظهر العكس تماما بل يجب أن يكون لديك قرار تابت وهذا لن يأتي بتقمص هذه الصفات بل يأتي بأن تتغير بشكل كامل أما إذا خطبت العقل المنطقي فصدقني ستعتقد أنها شريرة حرفيا يجب أن تعرف أن الطفلة ليست شريرة لكنها تبحث عن أب ليعلمها المبادئ وليوجهها للطريق الصحيح لذلك إذا استطعت إقناع والتعامل مع هذه الطفلة التي بداخلها وتقنعها أنك رجل كامل وتستطيع التعامل كأب فبهذه الطريقة والتي تستهدف بها ضرب أساسيات هذه الشخصية من الجذور فهنا من المستحيل أن تجد رجل أفضل منك لأنه لا مجال للمقارنة وهذا لأن الطفل من الممكن أن ترى الأب بطل ودكي وناجح وكل الصفات الجيدة مهما كان عكس ذلك لذلك فجواب هل الحرية صالحة للزواج هو هذا السؤال هل أنت مستعد لخوض هذا التحدي في بحر مليء بالأمواج مع حرية البحر أم اذهب إلى صاحبة الوجه البيضاوي في راحة وسلام القرار لك لكني سأكون بجانبك في الحالتين لذلك لا تنسى الاشتراك في القناة لأن الحلقات القادمة ستكون قوية جدا وانتظروا حلق عن الدنجوان وباقي الشخصيات